غارات خاطئة للتحالف العربي توقع مدنيين في صنعاء وتعكس ردود أفعال محلية ودولية غاضبة ومنددة بازدياد عدد المدنيين الذين يسقطون كضحاياها ناشطون وكتاب يمنيون أبدوا استغرابهم واستنكارهم من ارتفاع سقوط الضحايا من المدنيين في الوقت الذي تمر فيه أرتال الانقلابين وعروضهم العسكرية بسلام دون أن تعترضها طائرات التحالف العربي مقاتلات التحالف أغارت في وقت مبكر من يوم الجمعة على عدد من المواقع والتجمعات العسكرية لجماعة الحوث والقوات الموالية للمخلع صالح في منطقة فجعطان وجبل النهدين جنوب غربي صنعاء إحدى الغارات الجوية استهدفت منزل المواطن معصار في حارة حضار الحصنة في فجعطان مما أدى إلى تدمير المنزل بالكامل وتم انتشال عدد من الجثث تحت الأنقاض بينهم أطفال ونساء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي دعا للتحقيق في الغارة الخاطئة التي شنها طائرون التحالف العربي وقال إن ما حدث اليوم في منطقة فجعطان من قصف للطائران أصاب مدنيين يستوجب التحقيق من قبل التحالف وإعلان نتيجة التحقيق مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعا يوم الجمعة للتحقيق المستقل في ضربات جوية نفذها التحالف العربي بقيادة السعودية على فندق بالعاصمة اليمنية صنعاء بالإضافة لسقوط مدنيين في ضربتين أخرين ووصف نائب رئيسه بعثة اللقنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن كارلو مورازاني سقوط المدنيين على هذا النحو بالعمل المشين الذي يتنافى مع أبسط مبادئ قانون النزاعات المسلحة المتحدث رسمي لقوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ترك المالك أوضح أنه تم مراجعة كافة الوثائق والإجراءات المتعلقة بالتخطيط والتنفيذ العملياتي واتضح من خلالها صحة إجراءات التخطيط والتنفيذ ووجود خطأ انتقاني كان سببا في وقع الحادث العرضي غير المقصود وثبوت عدم الاستهداف المباشر للمنزل محل الإدعاء